إلى محل تصليح السيارات هذا يقبل أيمن للعمل منذ خمس سنوات أيمن لاجئ سوري أجبر على الانخراط في سوق العمل بحثا عن لقمة عيش لعائلته حقوق مالية منقوصة وصحية غائبة واجتماعية صعبة ولا يختلف حاله هذا عن حال كثير من السوريين في البلاد صلي خمس سنوات في دوردون وخمس سنوات دخلت على سوق العمل وواجهتنا مشاكل كثير بالنسبة للضمان الاجتماعي بالنسبة لا في تعمين الطب وطرعنا نشتغل أي شغالية متعرف بشان سبل معيشة وسبل عيش وبهدف الحد من ظاهرة استغلال اللاجئين السوريين في سوق العمل الأردنية أطلقت منظمة العمل الدولية موقعا الكترونيا عنوانه حقك بالقانون للتعريف بحقوقهم المالية والقانونية بالحصول على التأمين الصحي والضمان الاجتماعي من خلال خمس حقائب مصورة يتم نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو قصير مشهد درامي بيحكي عن الموضوع بسلاسة وبيوصل الفكرة بشكل مبسط عن كل حق من هذه الحقوق سواء ضمان اجتماعي أو مساعات العمل أو عقود العمل وغيرها ومن الجدير بالذكر أن الكثير من أصحاب الأعمال المختلفة اتجهوا إلى تشغيل السوريين بدلا عن الأردنيين في الكثير من القطاعات خارج مظلة القانون وهو ما دفع السلطات الأردنية للتعاون مع المنظمات الدولية إلى سن قوانين جديدة تنصف جميع الأطراف في سوق العمل خلال العام الحالي حقوق مالية واجتماعية وقانونية منقوصة أرقت اللاجئين السوريين في البلاد تسعى منظمات دولية إلى تنظيمها من خلال موقع الالكتروني جديد علّه يسهم في الحد من الظاهرة حيدر العبدالي الحرة عمان